أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية أن رؤية تطوير اقطاع الخدمة المدنية تقوم على تعزيز الأداء الحكومي باستثمار الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على الابتكار والإبداع والتغيير على النحو الذي يقدم أسس التنمية المستدامة في منظورها الشامل جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم بتدشين استراتيجية معهد الإدارة العامة 2016-2018 بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والنواب وكبار المسؤولين والمدعوين وقال معاليه أن الاستراتيجية الثلاثية للمعهد تركز على تقديم الخدمات المواكبة للتطلعات التنموية وتطوير الإدارة للموارد الممكنة لتوفير هذه الخدمات وصناعة السياسات والاستراتيجيات الضامنة لتحقيق التنمية المستدامة وأوضح معاليه أنه من المهم الاعتماد على الخطط الاستراتيجية للمساهمة في رفع الأداء الحكومي خاصة في ظل العوامل المحيطة المختلفة التي تؤثر في منظومة العمل الأمر الذي يحتم على الوزارات والجهات الحكومية مواكبة التغيرات كي تستطيع أن تحقق الأهداف التي تكون في مجمالها التزام الحكومة ببرنامج عملها وتابع معاليه قائلا أن معهد الإدارة العام استطاع منذ تأسيسه أن يحقق التكامل المنشود بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وهو ما يؤكد تحول المعهد وفي وقت قياسي من مشروع وليد إلى بيت خبرة وطني وشريك فعال في التطوير واستطاع حتى نهاية العام 2015 تدريب أكثر من 21 ألف موظف حكومي أي ما يعادل حوالي 46% من إجمالية القوى العاملة في القطاع العام وأشار معاليه إلى أن مجلس الخدمة المدنية حريص على مساندة المعهد في إنجاح برامجه لسيما برنامج ماجستير الإدارة العامة الذي يعد أول برنامج مهني أكاديمي على مستوى المملكة والذي تم تصميمه وفقا لدراسة الاحتياجات ومنها التعرف على مدى الحاجة للبرنامج وأثره في تطوير العمل الحكومي كما يعول على البرنامج دمج الخبرات العملية بالجوانب الأكاديمية المرتكزة على الأسس العلمية السليمة وقد تم خلال الحافل تكريم خرجي المعهد في مختلف البرامج والبالغ عددهم 300 موظف من مختلف الوزرات والجهات الحكومية من جانبه توجه سعادة مدير عام معهد الإدارة العامة دكتور رائد محمد بن شمس بجزيل شكره وتقديره إلى معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة على دعمه الدائم ومساندته اللامحدودة للمعهد ولبرامجه التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المدنية ومنتسب هذا القطاع من أبناء مملكة البحر ترجمة نانسي قنقر في العام 2009 أميط عنه اللثام لتنجلي مليمح العزم على التطوير وارتياد الآفاق في الإدارة والقيادة ولأنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم أتى معهد الإدارة العامة ليميط لثاما آخر عن خارطة طريق جديدة بخطوط طول وعرض تواكب ركب التجدد والتطور اليوم استراتيجيتنا تركز على أربعة نقاط رئيسية على تطوير الخدمات للمواطنين والمقيمين على تطوير إدارة الموارد سواء البشرية المالية وغيرها من الموارد على صناعة سياسات حكومية مبنية على أدلة صحيحة وعلمية والأخير التغيير دائما موجود فهل عندنا إمكانية أن نقوم بإدارة التغيير لإدارة الصحيحة ويكون عندنا الإبداع في إدارة هذا التغيير؟ أكثر من عشرين ألفا تم تدريبهم يمثلون القطاع العام وشراكة مع أكثر من ستين جهة ومؤسسة في الدولة بهذا يكون المعهد سببا رئيسا في زيادة الإنتاج وهذا ما لمسناه خلال ما تم عرضه في حفل اليوم من مشاريع وتجارب كان لها الأثر البالغ في ضمان جودة الأداء الحكومي طبعا نحن شاركنا في المعهد في دورة تهيئة للقطاع العام وكان من متطلبات هذه الدورة أن نقوم بمشروع تخرج ومشروعنا كان تحت عنوان حفظ وترميم الخرائط الذي قدرنا من خلاله نحقق مبادئ برنامج العمل الحكومي وتوفير مبلغ أكثر من مليون وثمانمائة ألف دينار بحريني البرنامج تكون من عدة دورات كل دورة كانت ذو مجال واختصاص مختلف إذا طبقنا كل هذه المجالات والاختصاصات في مجال عملنا أكيد سنعمل على تنمية وتطوير العمل الحكومي مرحلة جديدة من التغيير كان حفل اليوم بمثابة نقطة انطلاقة لها يأمل المعهد من خلالها أن يحتل موقع البحرين في مقدمة مواقع دول العالم على الرقم من تقدمها أصلا في الوقت الراهن ها هم عشرات الخريجين ينضمون لقافلة التغيير الإيجابي المتجهة نحو هدف معهد الإدارة العامة وهو أداء حكومي متطور لتنمية المستدامة بسامل بدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين